أعزائي طالبات وطلبة الصف الأول إعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهو إحنا في الحلقة السابقة في الهندسة كنا اتكلمنا عن المضلعات وعرفنا يعني إيه مضلع ده شكل مغلق مكون من أضلاع أو قطع مستقيمة مغلقة أي ثلاث قطع مستقيمة تقفل الشكل يبقى اسمه مضلع سلاسي وللاختصار يسمى مسلس طب أربع قطع مستقيمة يسمى مضلع رباعي اتكلمنا أيضا عن رؤوس المضلع وأيضا ضلع المضلع وعرفنا أن ضلع المضلع هو القطع المستقيمة الواصلة بين رأسين متتاليين في المضلع تكلمنا كمان عن مجموع قياسات الزوايا الداخل المضلع بتسوي نون ناقس 2 في 180 حيث نون دي عدد أضلاعه فمثلا لو أنا عندي مضلع سلاسي اللي هو المسلس عايز أجيب مجموع قياسات الزوايا الداخلة يبقى 3 ناقس 2 في 180 يساو 180 درجة طيب مضلع رباعي يبقى 4 ناقس 2 في 180 يساو 360 درجة وهكذا تكلمنا كمان عن القطر وعرفنا أن القطر هو القطع المستقيمة الواصلة بين رأسين غير متتاليين في المضلع النهاردة في حلقة اليوم هنتكلم عن مجموع قياسات الزوايا الخارجة للمضلع وأيضا هنتكلم عن المضلع المنتظم تعالوا نشوف كده مع بعض مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع بص معي بيقول لي مجموع قياسات الزوايا الخارجة لمضلع محدد عدد أضلع عنون يساوي كام حيساوي 360 درجة ودي حجلنا بقى في صورة أكمل مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع يساوي 360 درجة ده على اعتبار أن زاوية خارجة واحدة عند كل إيه؟ عند كل رأس طيب تعالوا بعد كده نتكلم عن المضلع المنتظم يعني إيه بقى مضلع منتظم؟ المضلع المنتظم هو المضلع الذي جميع أضلعه متساوية في الطول وجميع قياسات زوايا متساوية في القياس زي مين؟ زي المربع المربع فيه أربع أضلع لكلهم متساوية في الطول وأيضا زوايا كلها متساوية في القياس وقياس كل منها 90 درجة إيبه ده اسمه إيه؟ مضلع منتظم أيضا المسلس المتساوي الأضلع أضلعه متساوية وزوايا متساوية إيه باسمه مضلع سلاسي منتظم والخماس المنتظم والسلاس المنتظم وهكذا بص كده معايا التعريف المضلع المنتظم هو مضلع رقم واحد يلا اكتبوا معايا جميع أضلعه متساوية في الطول اتنين جميع زوايا متساوية في القياس زي ايه زي المسلس المتساوي الأضلاع زي المربع زي الخماس المنتظم زي السداس المنتظم وهكذا بعد ما عرفنا المضلع المنتظم اتفقنا المضلع المنتظم يعني زوايا كلها متساوية في القياس وأضلاع كلها متساوية في القياس طيب احنا لسه من شوية قلنا ايه مجموع قياسات الزوايا الدخلة لأي مضلع يلا مين فاكر القانون معايا نون ناقص 2 في 180 طب وإيه هي النون يا ميستر هي عدد أضلاع هذا المضلع طيب إحنا قلنا بالنسبة للمضلع المنتظم زوايا متساوية طب أنا عاوز أعرف قياس كل زاوية من زوايا المضلع المنتظم ده أيضا له قانون إيه هو القانون اللي يجيب لك قياس كل زاوية من زوايا المضلع المنتظم زي مثل المربع أنا عاوز أجيب قياس زاوية المربع عاوز أجيب قياس زاوية المسلس المتساو الأضلاع القانون بيقول لي إيه قياس الزاوية الدخلة للمضلع المنتظم تساوي نون ناقص 2 في 180 على نون طب من هي النون هي عدد أضلاع المضلع المنتظم عايز أجيب قياس زاوية المربع المنتظم طبعا ده مضلع منتظم إيه باب يساوي 4 ناقص 2 في 180 على 4 عاوز أجيب قياس الزاوية الدخلة للمضلع المضلع ملحوظة طب لو هو اديك عدد أضلاع عايز عدد أضلاع المضلع المنتظم وميديك قياس الزاوية الدخلة لهذا المضلع المنتظم ولتكن سين عاوز أجيب عدد الأضلاع يساوي إيه 360 على 180 ناقص سين درق إيه باب اتفقنا دلوقتي عندنا قانونين القانون الأول قياس زاوية المضلع المنتظم تساوي نون ناقص 2 في 180 على نون حيث نون بعدد أضلاع المضلع المنتظم أما لو أنا عاوز أجيب عدد أضلاع المضلع المنتظم وميديك قياس الزاوية الدخلة له ولتكن سين درجة قياسها إيه باب يساوي 360 درجة على 180 ناقص سين درجة تعالوا نشوف مع بعض مثال بيقول لي قياس الزاوية الدخلة لمضلع منتظم عدد أضلاع وعشر أضلاع تعالوا بقى نكتب القانون احنا اتفقنا دلوقتي قياس أنا حكتبه قياس الزاوية الدخلة للمضلع المنتظم الذي عدد أضلاعه عشر أضلاع القانون قلنا عبارة عن إيه يساوي وقادي شرطة الكسر هي هعملها لك أهي واكتب القانون عبارة عن نون ناقص 2 في 180 درجة على نون طب ما تيجوا بقى نعوض بعد كده في القانون قادي شرطة الكسر أهي احنا قلنا ايه هي النون برافو عليكم واحد قال لي يا مستر النون هي عدد أضلاع المضلع طب ده مضلع فيه كم ضلع قالك هو عشر أضلاع تبقى عشر ناقص اتنين في 180 درجة على عشر يعني بتساوي تمانية في 180 على عشر يكون الناتج 144 درجة طب تعالوا نشوف مثال آخر بيقول لي اذا كان قياس احدى الزوايا الدخلة لمضلع منتظم 135 درجة اوجد عدد أضلاعه تاني السؤال مديك هنا قياس الزوايا الدخلة للمضلع المنتظم كان 135 درجة عاوز عدد الأضلاع ايضا احنا قلنا من شوية القانون تعالوا نكتب القانون كده ادي هنا عدد الأضلاع يساوي اتفقنا مين شاطر حافظ القانون ده اتفقنا بيساوي 360 درجة على 180 ناقصين درجة يساوي تعالوا بقى نعوض السين اللي هي مين اللي هي قياس الزوايا الدخلة للمضلع المنتظم مديهلك بكام قال ب135 يا مستر يبقى 360 درجة على 180 ناقص 135 درجة النتج يساوي كام هيساوي 8 أضلاع يبقى كده حافظنا قانونين ازاي اجيب قياس الزوايا الدخلة لمضلع منتظم بيساوي نون ناقص 2 في 180 على نون القانون التاني لو انا عاوز عدد الأضلاع يساوي 360 درجة على 180 ناقصين درجة تعالوا كده ننتقل الى مثال اخر بيقول لي فيه الشكل المقابل بص معايا بيقول لي الشكل ده ألف هي تقاطع جيم واو يساوي دال ودال هيه واو ده مسلس متساوي الأضلاع دال هيه واو اللي هو هذا الشكل المسلس ده وقياس زاوية ألف اللي هي دي ب120 درجة وقياس زاوية جيم اهي امامك 105 درجة اوجد قياس زاوية به اللي هي هذه الزاوية طيب طبعا الشكل اللي امامك ده عبارة عن مضلع ايه؟ المضلع الاولاني ده مضلع منتظم اللي هو المسلس المتساوي الأضلاع اللي هو اسمه دال جيم واو طيب المضلع التاني ده مضلع رباعي اللي هو آلف به جيم دال المطلوب ايه في هذا السؤال عاوز قياس زاوية دي طب يا مستر انت علمتنا بقى شوية حاجات ايه هي اننا لو انا عندي مسلس مثلا متساوي الأضلاع ما انا ممكن اعرف قياس كل زاوية من زاوية الدخلة ايه هي نون ناقس 2 في 180 على نون يعني 3 ناقس 2 في 180 على 3 النتجة يساوي 60 درجة وبالتالي نعرفتها بقى ان قياس الزاوية الدخلة للمسلس المتساوي الأضلاع تساوي كام 60 درجة تعالوا بقى نكتب اللي احنا اقولنا اقول له كده بما ان المسلس دال هي واو ده مسلس ماله متساوي الأضلاع اذا ده معنى ايه ان جميع قياسات زاوية الدخلة متساوية وقياس كل زاوية بيساوي كم بيساوي 60 درجة يبقى قياس زاوية واو تساوي قياس زاوية هي تساوي قياس زاوية واو دال هي انا ليه بقى كتبت زاوية دال او واو دال هي دي بالتلات نقاط ليه لان انا عندي زاويتين هنا دال اهم فلازم اكتب هنا الزاوية دي واو دال هي لكن زي واو كده يكتفى ممكن بايه بنقطة واحدة بس او حرف واحد اللي هو واو طيب حيساوي كم بقى كل واحدة هتساوي 60 درجة اروح انا راجع كده للرسمة بتاعتي وكتب هنا كم ابي 60 درجة طيب خد بالك بقى احنا في الفصل الدراسي الاول كنا درسنا حاجات عن الهندسة وعلاقات الزاوية ببعض ومن دمن علاقات الزاوية ان لو تقاطع مستقيمين ماذا استنتج رفو عليكم ان كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القياس فاكرينها؟ طب نرجع بقى نشوف الرسمة مع بعض من عندي هو وعندي وو جيم دول متقطعين في نقطة اسمها دال يبع عندي زاويتين متقابلتين بالرأس واحنا اتفاقنا ايه؟ ان كل زاويتين متقابلتين بالرأس حيكونوا متساويتين في القياس مين هم؟ واو دال هي والف دال جيم يبع دي ايضا قياسها كيام ستين درجة ارجع بقى اقول له بما ان تعالوا نكمل بقى عندي ألف هي تقاطع جيم واو عندي كده في منهم قياس الله اوعد سيبها على كده لازم اكتب ايه؟ اهو يا مستر بالتقابل بالرأس تمام يبع انا كده عرفت ايضا زاوية الف دال جيم بتساوي ستين درجة بالتقابل بالرأس ارجع بقى تاني للرأس اه لما تبص بقى في الرأس ما اللي امامك دي؟ هو عاوز قياس زاوية به ما هي زاوية به دي يا مستر موجودة في مضلع رباعي اللي هو مين؟ ألف به جيم دال طيب ألف به جيم دال ده مضلع رباعي في كم زاوية داخلة؟ برافو عليك وعن تعلمتها لنا مستر من الحلقة السابقة في أربع زاوية مين هما؟ الزاوية الأولى زاوية ألف والتانية زاوية به والتالتة زاوية جيم والربعة ألف ده الجيم طيب أنا عاوز قياس زاوية به عشان أجيبها أعمل نحن تعلمنا حاجة أن مجموع قياسات الزاوية الداخلة للمضلع رباعي تسوي كم؟ برافو عليك وثلثمائة وستين درجة أنا عندي تلت زاوية ينفع أجيب الرابعة؟ واحد رد قال لأيوة يا مستر إزاي؟ تمام؟ هجمع التلت زاوية واترحهم من كم؟ من ثلثمائة وستين درجة هجمع قياس زاوية ألف زاق قياس زاوية جيم زاق قياس زاوية ألف ده الجيم واترح دول من كم؟ من ثلثمائة وستين درجة تعالوا نكتب مع بعض بصي كده بمأن هكمل بقى الشكل اللي هو ألف به جيم دال ده مضلع رباعي إذن مجموع قياسات زاويات داخلة كم؟ برافو عليكو تلتمائة وستين درجة إذن مجموع قياسات زاوية الداخلة يساوي تلتمائة وستين درجة أقدر أجيب الزاوية الرابعة؟ أيوة يا مستر تعالوا بقى نجيبها مع بعض اللي هي مين؟ قياس زاوية به إذن أهو قياس زاوية به تساوي اتفقنا أننا أجمع الثلاث زاوية واطرحهم من تلتمائة وستين درجة يبقى تلتمائة وستين درجة ناقص أفتح قوس مية وعشرين درجة زايد الزاوية التانية مية وخمسة درجة زايد الزاوية التالتة اللي أنا جبتها بكيام بستين درجة أجمع واطرح من تلتمائة وستين الناتج حيدينا كيام خمسة وسبعين درجة إذن في هذه الحالة يبقى قياس زاوية به المطلوبة تساوي كام؟ تساوي 75 درجة أهي تعلمنا حاجة الشكل اللي أمامنا ده شكل مهم جدا ودايما بيجي في الامتحان إيه هو عبارة عن مضلع إيه؟ المضلع الأولاني مضلع سلاسي منتظم اللي هو مسلس متساوي الأضلع اتعلمنا منه حاجة أن الزواية الدخلة للمضلع المتساوي الأضلع أو المسلس المتساوي الأضلع بيكون زاوية كلها متساوية وقياس كل منها يساوي كام؟ هيساوي 60 درجة كنا كمان اتكلمنا في حاجة لو تقاطع مستقيمين فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس هيكونوا إيه؟ متساويتين في القياس زي زاوية ألف دال جيم وواو دال هي كده أنا عرفت زاويتين هم بيساوا بعض بالتقابل بالرأس طيب عرفنا كمان أن مجموع قياسات الزواية الدخلة للمضلع الرباعي يساوي 360 درجة طب لو أنا عندي 3 زواية وعاوز أجيب الزاوية الرابعة أعمل إيه؟ برافو كده تمام بجمع الثلاث زواية وأطرح من كام؟ من 360 درجة تعالوا ننتقل إلى سؤال أخر بص كده معايا على الشاشة برضو بيقولي فيه الشكل المقابل هيه دال تقاطع ره به يساوي ألف وقياس زاوية واو تساوي 45 درجة وقياس زاوية راء تساوي 120 درجة وقياس زاوية هيه تساوي 105 درجة وقياس زاوية دال 130 درجة وقياس زاوية جيم تساوي 80 درجة اوجد قياس زاوية بيقولي هجيبها إزاي دي بقى؟ بصي كده لو بصت في الشكل اللي أمامك عبارة عن مضلعين المضلع الأولاني يسمى ألف راء واو هيه ده مضلع رباعي ليه؟ له أربع رؤوسه وأربع أضلع أمامك اللي هي راء واو وهيه وألف طيب المضلع الثاني هو ألف به جيم دال ده أيضا مضلع رباعي وبرضه له أربع رؤوس اللي هو الألف والبه والجيم والدال وله كم زاوية؟ أربع زاوية مستر مين هم؟ زاوية دال زاوية جيم زاوية به زاوية دال ألف به قلنا دي اللي بانطقها بالثلاث نقاط عشان عندي زاويتين عندي ألف طيب تفتكروا مين أنهي مضلع ممكن أبدأ أشتغل به يا طرى المضلع اللي هو ألف راء واو وهيه ولا ألف به جيم دال رفع ليه واحد قال له مستر ألف راء واو وهيه ليه؟ عشان معلوم عندي الثلاث زاوية ونقدر أجيب الزاوية الرابعة وإحنا تعلمناها خلاص يا مستر أن مجموع قياسات الزاوية الدخلة للمضلع الرباعي تساوي تلتمية وستين درجة لو أنا عندي ثلاث زاوية وعاوز أجيب الزاوية الرابعة أجمع واطرح من كام من تلتمية وستين درجة إذن أنا عندي الشكل ده ألف راء واو وهيه زاوية راء مية وعشري والواو بخمسة واربعين والهاء بمية وخمسة درجة أقدر أجيب الزاوية الرابعة اللي هي راء ألف هيه أجمع الثلاثة دول واطرحهم من تلتمية وستين درجة طب أكتب الكلام ده إزاي؟ يلا من شاطر حيكتب معي يقول له بما أن الشكل اللي هو ألف راء واو هيه ده مضلع رباعي صحي كده اتفقنا؟ إذن قلنا مجموع قياسات زاوية الدخلة كام؟ تلتمية وستين درجة إذن مجموع قياسات زاوية الدخلة تساوي مستر تلتمية وستين درجة طيب أقدر أجيب الزاوية الرابعة أنا عندي تلات زاوية ممكن أجيب الزاوية الرابعة أجمع الثلاثة زاوية واطرحهم من تلتمية وستين درجة إذن أهو قياس الزاوية الرابعة من هي؟ راء ألف هيه تساوي تلتمية وستين درجة ناقص أفتح قوس الزاوية الأولى بمية وعشرين درجة الزاوية التانية مدها لخمسة واربعين درجة اهي الزاوية التالتة بمية وخمسة درجة اجمع دول واترحهم من تلتمية وستين حيديك تسعين درجة اذا انا كده عرفت زاوية راق الف هيه بتساوي تسعين درجة تعال انحطها على الراس يبقى هنا دي يا مستر كده انا عرفتها بتسعين درجة يلا كملوا معاي ما انا لسه اقيل لك معلومة لو تقاطع مستقيمان ماذا استنتج برافو عليك ان كل زاويتان متقابلتان بالرأس تمام متساويتان في القياس اهو الشكل اللي امامك ده في ايضا زاويتين متقابلتين بالرأس منهم راق الف هيه والتانية دا الالف به اذا ودي بتسعين يبقى دي كمان بتساوي كام تسعين درجة تعالوا نسجل اللي احنا قلناه اهو بما ان عندك راق ب تقاطع هيه دال يساوي اطعف نقطة الف اذا هيعمل لي زاويتين متقابلتين بالرأس هيكونوا متساويتين في القياس يبقى قياس زاوية راق الف ها تساوي قياس زاوية دال الالف به هتساوي كل واحدة كام تسعين درجة ارجع للرسمة بتاعتي بص كده معايا الشكل مرة تاني لو انا بقى روحت كده للمضلع التاني اسمه ايه المضلع التاني برافو عليكو هو الف به جيم دال الله ده مضلع ايه مضلع رباع يا مستر مجموع قياسات زاويات دخلة كام تلتمية وستين درجة معلوم في كم زاوية معلوم يا مستر تلت زاوية اقدر اجيب الزاوية الرابعة اللي نقصة اقدر يا مستر اعمل ايه برافو عليكو اجمع التلت زاوية واطرحهم من تلتمية وستين درجة تعالوا نكتب اللي احنا قلنا بص كده معايا اهو بما ان الشكل التاني بقى اللي هو قالب به جيم دال ده مضلع رباعي اذا طالما ده مضلع رباعي يبقى مجموع قياسات زاوية الدخلة تسوي كام تلتمية وستين درجة طيب انا عندي في الشكل كام زاوية معلومة اتفقنا تلات زاوية زاوية جيم قياسها تمانين درجة زاوية دال قياسها مية وثلاثين درجة زاوية دال الالف بيه قياسها تسعين درجة لسه جايبة اقدر اجيب الزاوية الرابعة اجمعهم واطرح من كام زا ما اتفقنا من تلتمية وستين درجة يبقى اذا قياس زاوية بيه تساوي تلتمية وستين درجة ناقص وافتح قوص الزاوية الاولى بمية وثلاثين درجة التانية من الدهالي بتمانين درجة التالتة انا لسه جايبها بتسعين درجة اجمع دول واطرحهم من تلتمية وستين يدينا كام حا يدينا ستين درجة يبقى كده حصلت على قياس زاوية بيه ايه المطلوبة في هذا السؤال يبقى تعلمنا حاجة لما يكون عندك شكل وفيه مضلعين سواء مضلع سلاسي يعني مسلس ومضلع رباعي بشتغل في واحد واحد مسلس متساوي الاضلع يبقى زاوية متساوية وقياس كل زاوية من زاوية كام بالزبط كده ستين درجة طيب المضلع الرباعي مجموع قياسات الزاوية الدخلة كام تلتمية وستين درجة عندي تلت زاوية اقدر اجيب الربعة اقدر يا مستر اجمع واطرح من كام من تلتمية وستين اتفقنا على حاجة اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان في القياس طيب بعد ما تكلمنا عن المضلعات وتكلمنا عن الزاوية الدخلة للمضلع وتكلمنا عن قياس الزاوية الدخلة للمضلع الايه المنتزم وعرفنا ان المضلع المنتزم عبارة عن مضلع زاوية كلها متساوية في القياس واضلاع كلها متساوية في القياس تعالا بقى نتكلم عن عائلة الاشكال الرباعية اول فرد من افراد هذه العائلة هو متوازل اضلاع ما تيجي نعرف مع بعض متوازل اضلاع هو مضلع رباعي دي اول معلومة بس ايه الشرط اللي فيه ان كل ضلعين متقابلين برافو عليكم متوازل بص كده معايا في الشكل اللي امامي ادي تعريف متوازل اضلاع الف بيه جيم دال هذا الشكل ده مضلع رباعي لانه مكون من اربع اضلاع حيكون متوازل اضلاع امتى اذا كان فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين مين هي اضلاعه الف بيه وبه جيم وجيم دال والف دال واحنا عرفنا يعني ايه ضلع هي قطعة مستقيمة واصلة بين رأسين متتاليين طيب لو كان عندك الالف بيه ده يوازي دال جيم علامت السهم دي يعني توازي وعند الالف دال ده يوازي به جيم اذا هذا المضلع يسمى متوازي اضلاع يبقى تاني بقى تعريف متوازل اضلاع هو ايه هو مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين طب خد بلك بقى من ملحوظة لو انا عندي مضلع رباعي في ضلعين اتنين بس متقابلين متوازيين يبقى في هذه الحالة يسمى ايه يسمى شبه منحرف لكن لو كل ضلعين متقابلين متوازيين يسمى متوازي اضلاع طب ما تيجوا بقى نشوف خواص متوازل اضلاع ايه هي خواص متوازل اضلاع اول خاصية ان كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول تاني خاصية كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس تالت خاصية كل زاويتين متتاليتين متكاملتين رابع خاصية القطران ينصف كل منهما الأخ بكده أعزائي الطالبات والطالبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن طبعتكم انتظرونا بعد الفاصل مع زميل آخر ورياضيات للصف الثاني الإعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته